أهلا بكم أحبة الكرام في موسمكم الثاني من الأمالي أشتاق محادثتكم كثيرا أشكركم كثيرا على ما غمرتموني به من حب وثناء وأعيدكم أن أحاول قدر الإمكان أن يكون هذا الموسم مفيدا إن شاء الله ولكي لا أطيل عليكم نبدأ الحلقة الأولى من الموسم الثاني على بركة الله فؤاد بوليبيل هو شاعر مظلوم ومهمش لا تجد له ذكرا هذه الأيام مع أنه عاش غير بعيد منا في القرن العشرين ولا أبالغ إذا قلت لك إن هذا الشاعر هو إحدى معجزات الشعر العربي المعاصر وهو مع الأسف الشديد لم يعمر طويلا فقد توفي وهو ابن 29 سنة لكن أؤكد لكم أن فؤاد بوليبيل يقول شعرا فيه من قرب المأخذ وجودة الأسلوب وعلو المعاني وقوة الحجة ما لم تجده في شعر كثير من كبار الشعراء المعاصرين فكان على صغر سنه شاعرا فحلا مبرزا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفؤاد بوليبيل هذا هو مسيحي من نصارى لبنان المتيمين باللغة العربية ولكي أكون منصفا هو لبناني ومصري في آن معا هو في الأصل من أسرة اللبنانية هاجرت إلى مصر فهو مولود بمصر عام 1911 للميلاد حيث عاش في مصر بعض طفولته لكن أهله عادوا به إلى لبنان ليدرس بها ثم درس بعد ذلك في بكفية البلدة اللبنانية في مدارس الفرير وأذناء دراسته في بكفية كان يقول الشعراء وينشره في الصحف اللبنانية بعد ذلك عاد إلى مصر عام 1932 يعني وهو ابن عشرين سنة وظل بعد ذلك يسافر بين مصر ولبنان دائم الترحال بينهما ثم عام 1935 عمل مدرسا للغة العربية في الإسكندرية في كلية صام مارك التابعة هي الأخرى لمدارس الفرير ثم فيما بعد ترك تلك المهنة وعمل في جريدة الأهرام عام 1937 وظل يعمل بها إلى أن توفي سنة 1941 وهو ابن تسع وعشرين سنة قصائد فؤاد بوليبل هي ملاحم ومرافعات قوية تضم محتوى لا يمكنك أن ترفع عنه بصرك لقوة الأسلوب ومتعة المعاني ومن أحب قصائده إلي سنيته التي يتذكر فيها أيام صباه ويتذكر فيها دراسته في لبنان وهي من أرق ما سمعته من شعر حديث حيث يقول في أولها ملكت علي مضاجعي ونعاسي ذكر الحما وتيقظ الإحساس ما كنت أنقه من تباريح الهوى حتى أصبت من الهوى بنكاسي مع أنني والشوق ملء جوانحي ما كنت بالناس ولا المتناسي ما لي وللأيام أنشد عدلها فتزيد في ظلمي وفي إتعاسي بين أرى الآمال وهي مواخر حتى أرى الآلام وهي رواسي يا ويح قلبي ما يفيق صبابة إني أراه دائما الوسواسي هذه القصيدة كجميع الشعر فؤاد كل بيت فيها ينسيك الآخر علوبة ورقة فيقول فيها مشتاقا لأيامه في بكفيا بلبنان مثلت أوطاني وعهد طفولتي ومراتع الأحباب والجلاسي أيام كنت بها عزيزا جانبي والربع ربعي والأناس أناسي والله شتى والمنا تفتر لي وتضم إصباحي إلى إغلاسي ما كنت أعلم والزمان مؤانسي أن النوا ستنال من إيناسي لله أيام ببكفيا خلت ما كان ألعب ذكرهن برأسي ذهبت نعم ذهبت وهذا ذكرها حي بقلب الخافق الحساسي في آخر هذه القصيدة يذني على لغوي عمل معه اسمه توماس فينوه بدور توماس هذا في خدمة اللغة العربية فيقول إن أنس لا أنس الرفاقة ومعهدا أكرم بعهد رئيسه توماس اللو ذعي فما يشق غباره هو والعلا في بردة أخماس تقول فلان وفلان في بردة أخماس أي إنهما اجتمعا واقترنا في ذوب واحد فصار فعلهما واحدا أي كأنهما في ذوب واحد لاجتباههما والبردة الأخماس هي التي طولها خمسة أشبار ثم يستمر في الثناء على توماس هذا قائلا حسبي وحسب الضاد أنك ربها ومعيد رسم طلولها الأدراس وكذاك أنك قد أسوت جراحها وبعثتها من ظلمة الأرماس ونفخت فيها الروح فهي فتية تغري العيية بقدها المياس أذا خيارت الفصحة سلمت فما على الفصحة وأنت إمامها من بأس كان فؤاد بليبل يحب المسلمين ويذني على النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله في إحدى قصائده يمدح بعض معاصره رجل ترى العلياء والآلاء من أضرابه وتراه من أضرابها وترى الفضائل خصصته بخير ما نص النبي المصطفى بكتابها ويقول من قصيدة له ذاكرا تكاتف المسلمين والمسيحيين في مصر ضد الاستعمار الغربي أيام هبوا للجهاد وكلهم أمل وإيمان السماء فاستحكم متضامنين على النضال فما ترى إلا مسيحيا يؤازر مسلم ومن طريف شعر فؤاد بليبل يخاطب محبوبته المصرية في إحدى قصائده وذلك أنها تمنعت عليه لعدم استقراره في مصر وكثرة أسفاره إلى لبنان فهي تريده ذابتا غير متنقل فجعل هو يقنعها بالأسلوب الدبلوماسي من أن لبنان ومصر بلدان شقيقان ولا يوجد فرق بينهما إلى غير ذلك فيقول لها يا من أحب وأخشى أن أسميها لا يذنيني عنك اليوم من ذاني فلا تقولي فتى اللبنان موطنه هل الكنانة كانت غير لبناني يا جارة النيل ما أهلوك لو علموا إلا رفاقي وإخواني وخلاني يممتهم فإذا بي منهم وإذا بالربع ربعي وبالأوطان أوطاني فؤاد بوليبل على صغر سنه يتفجر شعره حكمة وتجربة فتخاله شيخا طاعنا في السن وأنت تقرأ شعره ومن ذلك قوله في إحدى قصائده على قدر مال المرء يزداد قدره وليس بغير المال تعلو مراتبه فإن زاد زاد الناس منه تقربا وإن قل يوما أنكرته أقاربه وصاحبنا من لا نود على الغناء فلما افتقرنا لم نجد من نصاحبه ثم يقول في القصيدة نفسها حاضن الناس على العمل وعلى المضي في العزم إلا كنت فيما تبتغي مترددا تهم بأمر تارة وتجانبه كثيرا قلاب الرأي في كل حالة فلن تبلغ الشأوى الذي أنت طالبه وما أدرك المنشود إلا مواضب عليه عنيد ذابت الرأي الصائب من عجائب فؤاد بوليبل أيضا قصيدة له هي عبارة عن مرافعة من أقوى المرافعات التي ظلمها التاريخ إذ لو أنصف الدهر لكانت في المقررات والمناهج الدراسية قصة هذه القصيدة أنه كانت في مصر حينئذ مهنة الدعارة أكرمكم الله كانت مقننة يسمح بها القانون وكان المجتمع ينبذ ممارسات تلك المهنة كعادة أي مجتمع محافظ لكن فؤاد بوليبل صاحبنا يلوم المجتمع على تفريطه في بناته ويريد من الحكومة حينئذ أن تتولى أمر فتيات الليل فتنتش لهن من ذلك القاع وتربيهن وتعيد تأهلهن إذ لو كنا وجدنا المحيط الملائمة لما لجأنا إلى هذه الممارسة الوضيعة ففؤاد بوليبل يعتبر المجتمع منافقا لأنه يقبل توبة الرجل ولا يقبل توبة المرأة يرى فؤاد بوليبل أن المجتمع يلوم بائعة الهوى وهي طبعا تستحق اللوم لكن المجتمع نفسه لا يلوم الرجل الذي ارتكب معها نصف الجريمة فهي لا تستطيع ارتكاب الفاحشة وحدها دون وجود الرجل ففؤاد بوليبل يطرز أفكاره هذه في قصيدة حسب رأيه من أنبلي وأحسن ما قيل من الشعر المعاصر فيقول فؤاد بوليبل مخاطبا فتاة الليل ومهاجما للمجتمع أسألت من نبذوك نبذ المكر كم بينهم من فاجر متستري الخيرون وهم أشربا الوراء الأبرياء وليس فيهم من بري القائلون بغير ما قد أضمروا من معلن أو أعلنوا من مضمري من كل عاد في ملابس عادل أو ذعلب يزهى بلبدة حيدري أو كافر متعبد أو فاسق متعفف أو صاغر متكبري ثم يقول واصفا المآسي التي مرت بها بائعة الهوى هذه حتى إذا تم اختبارك للوراء وسلخت في الماخور بضعة أشهري وخبرت أخلاق الرجال جميعهم وبلوتهم فرأيت كل محيري وعجمت عود خلالهم فوجدته عودا خسيسا نبت هش المكسري الفيت أوفاهم بعهدك غادرا ورأيت ذا الإقدام أول مدبري ولمست بهتان الغني ومكره وشهدت عدوان الفقير المعسري وأبت نواميس الحياة وعرفها أن تستردي ما فقدت وتطهري لم يجدك الدمع الصبيب شفاعة فاخذي بأسباب التجمل أو ذري يعني كلمات قوية جدا ولها تأثير بليغ إلى أن يقول في أحد أجزاء هذه القصيدة واصفا مشهدا جمعه بفتاة الليل هذه وهي في غرفتها لله بائعة بمنعرج الحمى عرضت بضاعتها على من يشتري وقفت تساومني وفي لفتاتها ذل الوضيع وثورة المتكبري ووقفت مضطرب الفؤاد حيالها حيران بين تقدم وتأخري في غرفة حمراء تحسب أنها قد ضرجت بدم العفاف المهدري مصباحها الوخاج عين لم تنم تحصي عداد الفاسقين الزوري ثم يقص عليك بعد ذلك ما دار بينهما ويذكر نصيحته لها بترك هذه المهنة إلى أن يقول مشفقا على هذه المرأة ومدافعا عنها إن الأولى أنحوا عليك بلومهم هم أكرهوك على احتراف المنكر ودعوك بائعة الأذيم من الهواء كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري إلى أن يقول بعد ذلك حاضا وزارة الإصلاح على تولي شؤون هؤلاء النسوة أو وزارة الإصلاح تلك ضحية إن تشمليها بالعناية تؤجري ولرب عاهرة إذا ما أصلحت كانت أعفة من العفاف الأطهري يعني مرافعة قوية جدا لغة وأسلوبا وطبعا ليست المرافعة الوحيدة التي يطالب فيها فؤاد بوليبيل بإنقاذ هؤلاء النسوة فله قصيدة أخرى طريفة يقول منها من قصيدة له طويلة فهو يعمل بالنظرية النسبية فلا يعتبر أن هذه المرأة شر مطلق فهي مركب من الخير والشر ويحاول هو أن يبرز لك جانب الخير فيها ويلقي باللوم على من أرغمها على ممارسة هذه المهنة لفؤاد بوليبيل ديوان اسمه أغاريد الربيع جمع فيه شعره من الصحف بعد وفاته وقد قدم لديوانه شاعر القطرين خليل مطران وقد تأثر أصدقاء فؤاد بوليبيل كثيرا بعد رحيله المفاجئ ويعبر عن ذلك زميله في الأهرام محمد الحناوي حين يقول أعددت من دمع السخين مدادي وجعلت من شعري شعار حدادي ما كنت أحسب أنني متخلف حتى ترى عيناي نعش فؤادي طبعا فؤاد بوليبيل مهمش فلا تجد له ذكرا هذه الأيام بالتالي المصادر التي تتحدث عنه قليلة جدا وسأترك لكم بعضها أسفل المقطع إن شاء الله ومن تلك المصادر مقال للأديب الفلسطيني شفيق حبيب وقد وردت أيضا ترجمة لفؤاد بوليبيل في موسوعة الشعراء العربية لفالح الكيلاني تجدونها في المصادر إن شاء الله ومن المقالات التي ذكر فيها فؤاد بوليبيل مقال للبابا شنودة استشهد فيه بأبيات لفؤاد بوليبيل وبالمناسبة البابا شنودة هو شاعر وأديب يحب اللغة العربية ويتذوقها وقد كانت له مقالات أدبية قبل أن يترهبن أيام كان اسمه نظير جيد فيروى أنه كان يحفظ في شبابه عشرة آلاف بيت وقد كان أيضا في شيخوخته صديقا للشيخ الشعراوي رحمه الله وكان يجمعهما حب الأدب فيتزاوران ويتناشدان بعض محفوظاتهما من شاعر العرب رجاء المتابعين الكرام دونوا عن فؤاد بوليبيل وأحيو ذكره على وسم فؤاد بوليبيل فأريد بعد هذه الحلقة أن أجد مئات التدوينات عن فؤاد بوليبيل أريد كذلك من من يستطيع منكم أن يصور لنا مقطعا يختار فيه عشرة أبيات من إحدى قصائد فؤاد من رأيته مثلا أسألت من نبذوك نبذ المنكري أو من سينيته ملأت علي مضاجع ونعاسي أو من غيرهما من قصائده ويقرأ لنا تلك الأبيات بإلقاء جميل وينشرها على وسم فؤاد بوليبيل أو يرسلها لنا على الخاص وسنشرها إن شاء الله وسأترك لكم بعض قصائده مع المصادر أسفل المقطع إن شاء الله شاركوا المقطع رجاء وعلقوا عليه إن أعجبكم واشتركوا في القناة على يوتيوب وباقي منصات التواصل ألقاكم على خير